مرحبا فيكم في علم أو عالم الصيدلة الروحية لنغوص في أسرار هذا العالم الجميل لحتى نبدأ رحلة التشافي من أمراض الجسد وأمراض النفس التشافي الحقيقي واللي ما بنحكى عنه كتير وبالذات أول خطوة وأهم خطوة في هذا التشافي هي خطوة حب الذات هاي الخطوة الأهم اللي ما بنحكى فيها لما احنا نجي نعالج أمراض الجسد أو نعالج أمراض النفس للأسف لكن هون رح نعتبرها الخطوة الأولى والخطوة الأهم على الإطلاق لحتى نتشافى من أمراض سواء أمراض الجسد المزمنة هون ما بنحكى عن أمراض عرضية من طبيعتنا البشرية الأمراض العرضية اللي بتصير الرشح أو المفلونزة أو الأمراض الاعتيادية هون عم نحكى عن أمراض مزمنة ملازمة إلنا وملاصقة إلنا منعاني منها يوميا وعم تعطلنا عن حياتنا أو بتأثر على نفسيتنا كمان هون عم نحكي عن أمراض النفس اللي كمان ملازمة إلنا مثل أمراض المتعلقة بنوبات الهلع أو الحالة النفسية أو القولون العصبي أو الأمراض اللي لها ارتباط نفسي ومزمن وملاصقة إلنا أو الحساسية المزمنة أو ما شابه كل هذه الأمراض تندرج من ضمن الأمراض المزمنة اللي إحنا ما ممكن نتشافى منها إلا بالتشافي الروحي أو بالعلاج الروحي وأول خطوة من هذه أو خطوات تشافي وأهم خطوة على الإطلاق هي حب الذات وهذه الخطوة اللي ما بيتم تركيز عليها للأسف وهون ما بنحكي عن حب الذات من منطلق أنانية لا بالعكس حب الذات هو منطلق للعطاء وإنك أنت لما أنت تكون مشبع من حب ذاتك فأكيد أكيد رح تكون قادر أنك تحب الآخرين فإذا ما كانت هذه الجزئية معبئة فهم مشكلة كبيرة فلذلك أنت لما تكون عم تعاني من مرض جسدي مزمن أو مرض نفسي مزمن راجع حالك هل أنت تحب ذاتك بالقدر الكافي بالتأكيد في مشكلة في مشكلة بالعلاقة مع ذاتك لازم تتصلح طبعا هذا الشيء بالدوء الطويل أكيد لكن لازم أنت تحط إيدك على الجرح وتبلش تراجع علاقتك مع ذاتك لما نحكي عن حب الذات هون نحكي عن حبك لشيء موجود طبعا منفصل عن التصرفات أو الأشياء السلبية اللي بتشوفها عنك أو العيوب هنا بتشوف قيمتك الحقيقية الذات اللي جواتك اللي هي خلق ربنا واللي هي إلى طبيعة من روح الله وبالتالي هاي الطبيعة تستحق مننا الحب وتستحق مننا إنه إحنا نداريها ونحبها بالشكل المطلوب إحنا لما حدا يسألنا شو أكتر أو أكتر حدا بتحبه أو أكتر شخص بتحبه دائما منلاقي إجابات إنه مثلا أخي أبي أمي زوجتي كده هاي الإجابات هذه ليست أولا مانا حقيقية أو في مانا صحيحة أو مانا ما لازم تكون هي الشيء الطبيعي الشيء الطبيعي إنه الإجابة تكون حبك لذاتك الذات هي الشخص الأقرب إليك والأحب إليك وهذا المطلوب يعني ليس من منطلق أنانية بالعكس فإنت إذا حبيت ذاتك راح تشبع لحتى تعطي لحتى تقدر تعطي غيرك وتحب غيرك أما إنه يكون حب غيرك هو أولوية على حب ذاتك فهذا الشيء اللي للأسف يعني ورثناه هو غلط وغلط كبير هو اللي بيكون سبب بأمراضنا الجسدية وأمراضنا النفسية بأكدت لك لو أنك اشتغلت على الجانب حب الذات بشكل أكبر وعرفت قيمة ذاتك هون عم يحكي لا تعني أنه أنت بمعنى أنه أنت عندك مشاكل كثيرة أو سلبيات كثيرة بحياتك هون ما عم يحكي أنك تحب السلبيات تحب جوهرك أنت وحقيقتك لازم نفصل بين التصرفك أنت تصرفاتك الخاطئة وتفكيرك الخاطئ والسلبي وبين ذاتك الحقيقية أو ذاتك أو جوهرك اللي هي من روح الله وهدية من الله وأمانة حطها الله داخلك فتصرفاتك شيء وهي الذات هي شيء مختلف تماما وبالتالي لازم نفصل ونحب ذاتنا شو ما كانت التصرفات والعيوب اللي هي صنعنا ولذلك احنا نبلش أول شيء نحب هذا الجوهر ونتقبل هذا الجوهر الحلو لجواتنا الموضوع طويل جدا وشائك لكنه مهم جدا ونتائج لذيذة جدا على مستوى علاج أمراض الجسد وعلى مستوى علاج أمراض النفس بس حبيت وضح وضوي على هذه الخطوة وأهم خطوة لحتى نراجعها سوى ونبلش سوى نمي هذه العلاقة